برأيي أهم نقطة بالخطاب السيد حسن نصر الله مبارك أولة مبارك هو موضوع أنه يا جماعة خلينا نقتنع بالواقع معد في شيء اسمه حل دولتان يعني نحنا فيتين على هون بقلك فيتين على صراع من النوع آخر يعني الصراع مت معرفنين نحنا اليوم كان صراع تفاوضة على طريقة ما لإدارة الصراع العربي الإسرائيلي اليوم عم نفوت بمحل تاني وهون اختيار الصنوار له أهمية أنه هذا الموضوع تسكر فتنا اليوم بصراع ربما على الأقل لهلا ما له حل يعني بين إيراتين شاملتين لفرد واقع كله على الآخر يعني دولة إسرائيلية بدون دولة فلسطينية دولة إسرائيلية بدون فلسطينيين طبعا بدون فلسطين وموقف ممانع مسنود من إيران وإلى آخره أنه ما عد فيه تعايش ممكن مع إسرائيل وهون بذكرك أستاذ آدم أنه إسماعيل هنية بصدفة بركة بس كان من الأوائل من شهرين ونص بأعتقد بأنكرة فتح موضوع إمكانية اعتراف حماس بإسرائيل وبالدولتان وبحدود السبعة وستين يعني تصفية إسماعيل هنية هي تصفية هذا الخيار داخل حماس وهو تأكيد على ما قاله نتنياه ومصادر عن كافة هيدا إذا هذا كله عنوين أنا حابب إذا فينا نفصله كوي يعني كل اللي استعرضته يعني بحيننا لمجموعة كتير كبيرة من الأسئلة وحتى يعني اللي فهم ما قالهم بين السطور الأمين العام لحزب الله بخطابه الأخير وما قبل الأخير مباشرة بعد اختيال القائد العسكري فؤا شكر بس لأنا ركزت بأكتر من مطرح على دور نتنياه وشخصه سواء بال2003 وما قام به أو حتى هلأ بتوافق أنت أنه في كتير تشديد وتركيز على أنه الأزمة كلها يتمر طبطة بشخص اسمه نتنياه بينما في هناك كثيرين ما يعتبرون أنه التركيز على معضلة الشخص أو أهمية الشخص هي مبالغة لا المشكلة أبعد من هيك إلا علاقة بقرار النخبوي أو النظام الإسرائيلي وما يعتبره على أنه حرب وجودية واسد ثلاثين نتنياه هو المشكلة برأيك وهو من يهرب الأمام ولا الديب ستات سؤال المهم أنا بعتاد ما فيه تناقض بين اثنين يعني ما فيه تناقض هلأ مساقبة يعني إذا بدك بنفس الوقت نتنياه هو اليوم عام يعمل حرب جزء منه وهيدا موضوع معروف صار يعني حتى عند الأمريكان جزء منه إلو علاقة بمستقبله الشخصي السياسي وشخصي المستقبله الجنائي وإلى آخره هذا شيء ما بيمنع إنه نتنياه هو جزء من أدواته بهذه المعركة لأنقاذ نفسه عم بيستعمل شيء إلو صدى عميء بالنظام الإسرائيلي هون بوصل على النووي أدم سيز أدم كتير واضح صار اليوم إنه إسرائيل من هلأ إيران من هلأ لشهر شهرين بركاء حتى أسرع حتصير نووية هلأ ليش وكيف وكذا العلاقة بخروج أمريكا من الجي سي بي أوهي وهدي خطأ ترامب وغير وهذا غير موضوع شو بدنا فيه إيران اليوم ستصير نووية يعني اليوم إسرائيل اللي عم تعملوا ونتنياهو اللي عم بيعملوا باسم إسرائيل وهون عم بيربح نتنياهو لأنه بكرة بيقول للإسرائيلية أوكي أنا عندكم مشكلة معي أنا زلمة عملت موبئات بالداخل وكذا وبدكن تقلبون بس أنا اليوم الوحيد اللي حاطت بنصب عيني أنا اليوم وهيد الإيران اللي رح تصير نووية أنا بالدجارة بتخلص من خطارة ترجمة نانسي قنقر